هذه نصيحة خاصة بهذه المدرسة باب السلام لابد أخواننا أن يكون عملنا خالصا لله سبحانه وتعالى دائما تنظر أن عملك فيه تقصير وأنك مقصر ولابد يكون أحسن ولابد أن نتطور ولابد أن نتقدم لأن بعض الناس يظن أنه محسن وهو في الحقيقة مسيح الإحسان أن تأتي بالعمل على أكمل وجه فأنا أوصي نفسي وإياكم من المدرسين أعضاء التدريس الإدارة أننا مؤتمنين على هؤلاء الطلاب الذين هم عندنا هذه ليست بوظيفة وظيفة يعني تأخذ عليها مقابل لكن هذه هي الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن نعيش فيها أنتم تعيشوا الآن في أفضل مكان يعني في العلم وفي تعليم الناس في أفضل وظيفة وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إذن لا بد أن نقوم بهذه الوظيفة أعلى قيام وأكثر ما يعني تسأل عنه وأنت مدرس هل تحب أن يصنع معك الأساتذة عندما كنت طالبا هل تحب أن يصنع معك ما تصنع الآن مع الطلاب هل تحب أن يصنع الأساتذة هذا مع أبنائك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وفق الله الجميع لما يحب وأرضاه وإجزاكم الله خيرا شكرا للمشاهدة